هذا منظر كنت أشوفه ودائما يضحكني بجامعة الكويت تحديداً كلية الأداء بمقابل شويخ صارفين عليه آلاف الدانير بوابة مثل ما تشوفونها الحين بوابة اللي دخول الطلبة بعدها بعشر متار بوابة اللي دخول الطالبات ينزلون الطالب يدش منها البوابة الطالبة يدش منها البوابة بعد عشر ثواني يلتقون داخل الجامعة مضحك لأنه ضحل بالتفكير سطحي جداً وصارفين عليه آلاف الدانير على نطاق أوسع اللي قاعد يصير بجامعة الكويت الحين واللي قاعد يصير فيه دعوة لعدم تطبيق التعليم المشترك ولا لعدم تطبيق الإختلاط وما درش يقولون يستندون قانونياً ويستندون شرعياً والموضوع لاه قانونياً ولاه حرام واللي يقول عكس ذلك عليها أنه يثبت شون وأدلل لكم على هذا الأمر قانونياً قانون فصل التعليم المشترك راحوا فيه للمحكمة الدستورية سنة 2015 والمحكمة الدستورية دورها تحسم الجدل في تفسير القوانين ما قالت المحكمة الدستورية في نهاية 2015 قالت الآتي الاختلاط من المساء الاختلافية التي لا تضبطها نصوص شرعية خلصوا الموضوع الشرعي أنه من المساء الاختلافية ويكفي لتطبيق القانون وضع أماكن خاصة للطالبات في قاعات الدرس نفسها هذا التفسير القانوني من المحكمة الدستورية فأنه الجدل القانوني تقدرون الطلبة والطالبات تكونون بنفس قاعد الدرس والذي يحتاج على هذا الكلام ودوا له حكم المحكمة الدستورية سواء كان من إدارة جامعية ولا وزير ولا غيره ودوا له حكم المحكمة الدستورية والذي يقول شرعياً ماهو شرعياً القضية لاهي شرعية ولاهي قانونية القضية تحدي سياسية يبون يسجلون انتصار سياسي على حساب الطلبة وعلى حساب مستقبل الطلبة وعلى حساب دراستهم مو أكثر ولا أقل يعني ماكوا أي منطق من اللي يبونه تخيلوا أنت والطالب والطالب ادشوا وافصلوهم الآن بالتعليم اطلعوا من الجامعة كل كويت مشتركة بكل شيء كل كويت دون استثناء مشتركة بكل شيء بالشوارع هم مشتركين بالمؤسسات الحكومية بيطلعون الحين طلعوا الطلبة بيطلعون المؤسسات الحكومية البنوك الجمعيات التعاونية المراكز والمجمعات التجارية السينمة الطيارة كل الأماكن هذي مشتركة شنو العلة اللي عندكم شنو اللي براسكم على الجامعة تحديداً وعلى القاعات الدراسية مو مسؤولية الدولة ان انتو تفكيركم ماهو نظيف ولا مسؤولية طلبة ان يتأخرون عشان تفكيركم ماهو نظيف وانا مو قع اقول تفكيركم ماهو نظيف من باب كيفي انتو قلتوه بشكل رسمي وموثق وموجود بالصحف ب2008 تحديداً وجمعية الاصلاح الاجتماعي قالت كلام اللي بيسمعونه الحين انا اسف انا اسف جداً على اللي بتسمعونه لكن شذيه فكرون ووثقوا هذا التفكير بكلام دزوا الى الصحف ب2008 تحديداً هل مزيد من اللقطاء مزيد من اللقطاء او عدم الزواج والاكتفاء بالخليلة او كثرة الطلاق بسبب الشك في الزوجة المخترط بها قبل الزواج او الاجهاض بسبب الحمل السفاح او مزيد من الامراض الجنسية مزيد من الامراض الجنسية شذيه فكرون هذا تفكير هم يبون يعكسونه على المجتمع هم تفكيرهم مو نظيف بيعكسونه على المجتمع كامل القضية ما هي قضية لا عملية تعليمية ولا قانون ولا شرق تفكير ما ادري شون قايل زائد امر اخر تحدي سياسي اللي يدعي انه يهامهم التعليم مو هامهم التعليم لو هامهم التعليم قبل اسبوع طالع خبر عن رسوب 60% من طلبة كلية الطب ساقطين طلبة كلية طب محتى حدش سمعوا عن شعبة فيها طلبة وطالبات بقاعة دراسية واحدة ثارت ثائرتهم والنواب الله خير ثلاث نواب يقولون لا الوزير احنا رح نساحلناه واعدنا انه ما رح يسكر الشعب والوزير نفسه رايح قايل حق نواب ثاني لا انا رح سكر الشعب ونائب يقول حق الطلبة انتوا تحركوا لان النواب ما يقدرون يسوون شيء واحنا شوية والحكومة راضخة طيب الحكومة راضخة الطلبة اش يسوون انت اش تسوي هذا دور نائب ولا دور طلبة قلتها قبل وقولها اليوم وقالوها قبلي وايد راح يوصلون لي بيوتكم لا تسخفون الموضوع راح يوصلون لي بيوتكم اللي اليوم يقول ان الموضوع لا والله اش دعوة وانتوا اشغلتونا واختلاط وتعليم مشترك راح يوصلون لي بيوتكم رسالة اخيرة الى الطلبة تحديدا وانتوا مقبلين على انتخابات طلابية حاليا سقطوا اللي كان سبب في مثل هذه القوانين اللي تشكك باخلاقكم واللي ما لها اي مردود لا اكاديمي ولا مقبول لا اجتماعي ولا قانوني ولا شرعي سقطوهم عندكم انتخابات اتحاد طلبة وروابط وجمعيات علمية اتحاد طلبة يمكن يأجلونه لان يضرون ان الموجع عالي عليهم فيمكن يأجلون انتخابات اتحاد طلبة لكن سقطوا اي واحد كان يدعو لتطبيق مثل هذا القانون واضرب مصالحكم اليوم قانون لا فائدة منه قانون يجب ان يسقط قانون يشكك بالاخلاقيات وغير مستند على اي اساس لا قانوني ولا شرعي ولا دستوري ولا اجتماعي خمسين سنة اشغلته والناس في تحدي اضرب مصلحة الطلبة ومصلحة الناس وشكك باخلاقياتهم ماهو مقبول ابد ولازم لكل حتشي ويواجهه الله المستعان فما الله فيها موضوعك وموضوعي على الخط موضوع في شوفة في شكل اسبوعي في كل اسبوع في كل اسبوع اشتركوا في القناة